السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الظاهرة أمامكم الآن على الشاشة أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله وإليكم يا شيخ حياكم الله السؤال عن عقد يسمونه عندنا هو الصدق المقيد والحال أن الوالدة إن شاء الله سوف تشتري بيتا وتريد أن تجعل هذا البيت على حساب هذا النقطة والصدق المقيد وحقيقة الأمر مهي أن عند إبرام العقد يصير ملاك هذا البيت أنا وأخي وأختي غير أنه ليس لنا حق لا تصرف ولا السكن ولا يعني تغيير أي شيء في البيت يعني حقيقة أننا لا نملك ويبقى حق التصرف كله للوالدة إلى أن تتوسع حفظها الله فحينئذ يعني ينتقل حق التصرف والانتفاع إلينا والذي أشكل إليه عليه هو أن حقيقة هذا العقل هو لما يضرم لا نملك شيء يعني أحد آثار المذكية ليست أنا ما يبقى الحال أكذا إلى أن تتوسع حفظها الله فنتملك ونكون في التملك لا بدين ولا ويواصية ولا بورث لأن هذا العيش كيف مثل ورث ومدورة آخرين يستخدمون هذا الذي أشكل علي يا شيخ فارك يعني الآن يعني بعد طول عمر للوالدة بعد الوفاء خلاص يعتبر تركة كذا يا جمال لا إذا أبرم هذا العقل لا يعني يصير الملك لنا يعني يكون تركة لأولاد يتقاسمونه بعد الوفاء ويتصرفون كل بنصيبه صح أو لا لا النصيب الذي هي التي يعني هي التي تشاربه هل تقصد بهذا الصدق المقيد هو الوقف المؤقت لا أدري يا شيخي بفصل لك يا جمال أبشر يا جمال مرحبا علي عليكم السلامة شيخ لو سمحت عندي أربعة سؤالة سؤال الأول بالنسبة للتكبيرات الانتقالية بأن نسيت أحد التكبيرات الانتقالية في الصلاة سواء الفريضة أو السنن فاحكم الصلاة هذا إذا كان منفرجا إذا كنت في الصلاة الجماعة تريد تحمل عن الإيمان إن شاء الله سؤال الثاني لماذا سميت الجنة في جارة القلام إن شاء الله سؤال الثالث إذا كنت أقرأ القرآن وأحد تسلم عليه قال السلام عليكم أو رجيت عليه القلام أو أحد تكلمني لما أرجع أكمل القراءة القرآن هل أتعوذ الله من الشيطان الرجيم أم أكمل مباشرة القراءة كنت تعوذ طيب سؤال الرابع أسمع بعض الناس لما يعني يسمي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمام علي بن أبي طالب حق بالإمام 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 يسمي كل الإمام علي بن أبي طالب طيب طيب يا علي أشكرا بارك الله فيك مرحبا مرحبا عبد الله السلام عليكم عليكم السلام تضركات شيخ عندي ثلاثة تسئلة تضل تضل الشيخ سؤال ما هو فضل الصيام الشهر المحرم إن شاء الله السؤال الثاني الشيخ هل يضعف أجر قراءة القرآن في الأشهر الحرم طيب السؤال الثالث الشيخ والأخير كيف يكون المسلم كمن لا ذنب له كمن لا ذنب له يكون المسلم كمن لا ذنب له نعم طيب يا عبد الله بارك الله فيك شيخ بارك أمت الله أمت الله من الجزائر وعليكم السلام رفض الله بركاته أنا التي اتصلت بالبرنامج من قبل طب علي وأفتيتها بجواز بيع منزل ورطة بمبلغ أكبر مما حددته الدولة والذي كتبه لك فقط أريد أن أستفسر عن الضريبة نحن عندما ندفع الضريبة سندفعها عن المبلغ الذي حددته الدولة ليس عن المبلغ الذي سوف نقبضه من المشتري فهل هذا جائز إن شاء الله إن شاء الله شكرا أنت عبد الله اسمك أنا اسمي منصف منصف بارك الله فيك متفضل أخي أفتيتها بارك الله أسألك فقط فيما يتعلق باللون الأصفر الذي يكون في الفم بعد الصباح يعني نعم هل هو يفطر يعني إذا كان صائم الشخص نعم يعني مع اللوعات صباحا يعني ربما بعد النوم أو نعم سؤال ثاني فقط هل تسميت الأنت بسلاف جائز سلاف لا 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 منصف سلاف هل تسميت الأنت بسلاف سلاف جائز إن شاء الله بشري منصف شكرا بارك الله فيك أحلا وسهلا طيب طيب جاء الله السيل الجمال من المغرب بارك الله فيه يقول عندنا في بلدنا ما يسمى بعقد الصدقة المقيد يقول الوالدة مثلا تشتري بيت وبعدين تبرم عقد مع ملاك البيت يقول بأن بالنسبة له هو ولأخيه ولأخته يستمتعون بهذا البيت في مدة حياة الوالدة وليس لهم الحق في التصرف في هذه العين العقارية وإنما الحق يعني للوالد إذا توفيت الوالدة بعد عمر طويل يرجع البيت هذا للأولاد يملكونه على حسب حصصهم هذا الذي فهمت من جمال جمال بارك الله فيك عندنا مسألة في أبواب الفقه ما يسمى بالوقف المقيد المؤقت هذه مسألة في أبواب الوقف في الفقه يسمونه الوقف المؤقت بمعنى الأصل الأصل في الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع بمعنى أن الوقف يخرج من ملك الإنسان إلى ملك الله ولذلك لا يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا بقية الأشياء التي هي من أمور البيع وإنما يحبس أصله على من اشترط الوقف أن يكون الريع عليه عندنا مسألة الوقف هذا المؤقت هذه مسألة خلافية قال بعض العلماء خاصة عندكم في المغرب العربي المذهب الفقه الذي عندكم يقولون بالوقف المؤقت يقولون بالوقف المؤقت بمعنى يجوز للإنسان أن يوقف عينا عقارية مدة عشر سنوات مثلا أو مدة خمس سنوات وهذه مسألة خلافية الفتوى متجهة إلى جواز الوقف المؤقت خاصة وأن المسألة ليس فيها إجماع ومن حك الإجماع الإجماع منخرم في واقع الأمر وبخلاف كثير من الفقه الذين قالوا بجواز الوقف المؤقت عليه فيما يظهر لي والله أعلم من خلال سؤالك أن الوالدة أوقفت هذه العين العقارية مدة حياتها ثم بعد ذلك يفك العقد الوقف هذا ويكون ترك لمن بعده فهي نجزت الوقف في حياتها على أن ينتفع به الأولاد لكن بعد ذلك هي علقته على الوفاة فيكون ترك بعد ذلك عموما إذا كان الفتوى عندكم على هذا لا حرج في ذلك بارك الله فيك لكن لا بد أن تتنبه بأن كل من يرث الوالدة يدخل في قسمة هذا المنزل بارك الله فيك علي من عمان يسأل عن التكبيرات الانتقالية يقول إذا كنت أصلي لوحده فنسيت إحدى التكبيرات الانتقالية وهل يختلف الحال إذا كنت مع جماعة المسجد علي بارك الله فيك بالنسبة للتكبيرات الانتقالية هل هي واجبة أو مسنونة قولان لأهل العلم جماهير أهل العلم على أن التكبيرات الانتقالية سنة والقول الثاني أن التكبيرات الانتقالية واجب وهذا هو الراجح لأنها ذكر بين ركنين وأيضا كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يكبر إذا انتقل من ركن إلى ركن وكذلك لما علم المسيء صلاته قال ثم كبر ثم كبر ثم كبر فدل على وجوب التكبيرات الانتقالية بين الأركان وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها لأن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم عليه إذا نسيت تكبيرة من تكبيرات الإحرام وأنت تصلي لوحدك تجبر هذا بسجدتيسه قبل السلام قبل أن تسلم تسجد سجدتيسه تجبر هذا الواجب الذي تركته نسيانا أما إذا تعمدت ترك تكبيرة الإحرام فعلى مذهب الجمهور صلاتك صحيحة لكنها ناقصة وعلى المذهب الثاني صلاتك باطلة لأن القاعدة أن المصلي إذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته أما إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك وإنما تسجد لأسهو بالنسبة لك إذا نسيت تكبيرة الإحرام وأنت خلف الإمام تصلي جماعة فالإمام يتحمل عنك ولذلك لا تسجد للسهو ولا تأتي بأي شيء آخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد لأئمة واغفر للمؤذنين ولذلك الإمام يتحمل عنك الواجبات التي تركتها علي من عمان يسأل عن الجنة يقول لماذا سميت بدار السلام علي بارك الله فيك الجنة من أسمائها دار السلام من أسمائها فلها أسماء عديدة أسماء عديدة ومنها تسمى بدار السلام وذلك لما فيها من السلام والسلامة والأمن ولذلك الملائكة حينما يدخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون لهم قال طيب يقولون لهم سلام يعني يسلمون عليهم فهي دار السلام وأيضا الملائكة تسلم عليهم ويقولون لهم سلام والجنة السلام فيها لأهلها من كل ما يؤذيهم فهي سالمة من الأمراض الأمراض سالمة سالمة من الهموم سالمة من المنغصات سالمة من أن يموت أهلها سالمة من وجود شيء من الأحقاد والكراهية والضغائن هذه كلها تنتزع نزع من صدور أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل ما في صدورهم من غل سالمة أيضا من جميع الآفات من جميع الآفات ولذلك نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار ولذلك الملائكة يرحبون بأهل الجنة أول ما يدخلونها ويقولون لهم طبتم طبتم وسلام وهذا كله فيه إشارة إلى ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم المقيم والدائم علي من عمان يسأل يقول إذا كنت أقرأ القرآن وسلم علي شخص مثلا ورددت عليه هل إذا جئت أكمل أستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم علي بارك الله فيك إذا كنت تقرأ القرآن ثم سلم عليك رجل ورددت عليه مجرد ثم رجعت لا يلزم أن تقرأ لا يلزم أن تأتي بالاستعاذة لأنك أنت مشغول بقراءة القرآن ولم تقطعه بعادة مثلا أو تقطعه بشغل دنيوي مثلا أو بخروج مثلا وإنما ما زلت أن تعيش أجواء قراءة القرآن فتقرأ مباشرة ولو استعدت لا حرج في ذلك علي من عمان يقول أسمع بعض الناس يطلق على علي رضي الله عنه بالإمام هل هذه التسمية الصحيحة علي من عمان بارك الله فيك لا شك بأن علي بن أبي طالب إمام من أئمة المسلمين وهو الصحابي الذي أول من أسلم من الصبيان وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه ورسلم وهو زوج ابنته فاطمة التي أحب أولاده إليه وهو الخليفة الراشد الرابع وهو رابع المبشرين بالجنة وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وعلي له المناقب المعروفة والفضائل المعلومة وله المكانة التي لا يجهلها أهل الإسلام ولذلك هو إمام من أئمة المسلمين بل إمام من أئمة الدنيا حاله كحال أبي بكر الصديق فأبي بكر الصديق إمام من أئمة الدنيا عمر بن الخطاب إمام من أئمة الدنيا عثمان بن عفان إمام من أئمة الدنيا علي بن أبي طالب إمام من أئمة الدنيا الحسن بن علي رضي الله إمام من أئمة الدنيا ولذلك الله عز وجل أجرى على يديه من الخير حتى سمي العام الذي اصطلح فيه مع معاوية بعام الجماعة اجتمع المسلم وحصل فتح عظيم وحصل اجتماع ما حصل في السنوات التي قبلها ولذلك إذا كان الغرض تمييز علي دون الخلفاء الراشدين هذا محل نظر يقال الإمام علي ويقال أبو بكر عمر عثمان فقط لا إذا قلنا الإمام علي نقول الإمام أبو بكر نقول الإمام عمر نقول الإمام عثمان أما إذا كان مشترك بينهم نعم مثل يعني مثل لفظة كرم الله وجهه ما ثبت يعني هو علي كرم الله وجهه كما أن أبو بكر كرم الله وجهه أبو بكر ما سجد لصنم كذلك عمر بن الخطاب كرم الله وجه لما له من المناقب والمآثر ولما له من السابقة العظيمة ولما له من خدمة الإسلام والمسلمين وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه وتزكيته له بالجنة كذلك عثمان رضي الله عنه لذلك بارك الله فيك مهم جدا أن نفقى هذه القضية نحن نعم عماء العلي بن أبي طالب إمام أي الإمام علي لكن أبو بكر أيضا الإمام وعمر الإمام وعثمان الإمام كذلك بقية الجمل الدعائية إذا ميزنا يعني إذا قلنا كرم الله وجه أبي بكر أيضا نقول كرم الله وجه عمر وعثمان وعلي ما نخص هذا دون هذا ولا شك بأن التفاضل بين الصحابة سنة كونية قدرية وهذه الله عز وجل حتى الأنبياء فاضل بينه قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونصوص كثيرة جاءت في بيان أن الأنبياء يتفاضلون الأنبياء على أنهم الصفوة والنخبة والخلاصة خلاصة ومع ذلك يتفاضلون أفضل الأنبياء من محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوحى أولى العزم من الرسل هذا على القول الراجح لكن بالإجماع أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم بقية الأنبياء بارك الصحابة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أفضل الصحابة على الأطلاق أبو بكر أفضل الصحابة الذين باعتبار الجامع هم أهل بدر أهل بدر وبالمجموع من أسلم وهاجر قبل الفاتح ثم من هاجر بعده الفاتح بارك الله فيك عبد الله من الجزائر يسأل عن فضل شهر الله المحرم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لشهر الله المحرم الذي نحن الآن فيه ودخلنا هذا الشهر وهي بداية سنة جديدة أسر الله تعالى أن تكون سنة خير وبركة ويعني نفع للإسلام والمسلمين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعمل الصالح وأن يعم السلام والخير على الجميع بالنسبة لشهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربع التي قال الله جل وعلا فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وهي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال ثلاث متواليات وواحد منفرد المتواليات شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وأما المنفرد فهو رجب مضر هذه الأشهر الحرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شهر الله المحرم ولذلك ما كان يتحرى صوم شهر بعد رمضان مثل صوم شهر الله المحرم ما كان يتحرى صوم شهر بعد رمضان مثل صوم شهر الله المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية فكان يصومه كله عليه الصلاة والسلام بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأكد أيام الصيام في هذا الشهر هو صيام يوم عاشرة ويوم عاشرة هو اليوم العاشر من محرم اليوم العاشر من محرم وصيام يوم عاشرة على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن يصام يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده فيكون المجموع كم ثلاثة أيام يصام يوم العاشر والتاسع والحادي عشر هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية أن يصام يوم العاشر ويوم قبله وأكثر الأحاديث على هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيتوا إلى قابل لأصومن التاسع وفي لغض تاسعاء إذن العاشر والتاسع والمرتبة الثالثة أن يصام لوحده يفرد لوحده يوم العاشر يفرد لوحده هذه المراتب الثلاثة قد وردت فيها أحاديث والأحاديث بالنسبة للثلاثة أيام فيها بحث عند أهل العلم لكن المقصود هي المراتب الثلاث هذه المراتب الثلاث ولو وافق يوم عاشورة يوم السبت يجوز صومه لأن الإنسان إذا وافق يوم السبت أحد الأيام التي يسن صيامها فإنه يصوم هذا اليوم ولا يصوم يوم السبت مثل عرفة ومثل عاشورة بارك الله فيك عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل عن أشهر الله الحرم يقول هل يضاعف فيها أجر قراءة القرآن عبد الله من الجزائر بارك الله فيك يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم من هذه الآية أخذ العلماء مسألة وهي أن الذنوب في الأشهر الحرم أعظم من الذنوب في غير الأشهر الحرم لأن الله تعالى نهى عن الظلم فيها هذا إذا أخذنا الآية بسياقها العام أما إذا أخذنا الآية بسياقها الخاص الذي هو أحد أوجه التفسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم مسألة الاعتداء والقتال وغير ذلك فيقتصر عليه لكن عموما العلماء تكلموا على هذه المسألة وقالوا بأن مضاعفة الأعمال إما أن تكون بالكيفية وإما أن تكون بالكمية أما بالكمية فلا بد من الوقوف على النصوص التي مثلا من قال كذا فله عشر حسنات من قال كذا فله كذا يعني المضاعفة من حيث العدد المنصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من حيث الكيفية وليس الكمية فيذكرون قاعدة في هذا أن الذنب في الأشهر الحرم أو في الأماكن الشريفة أعظم من غيره وأن الحسنة في الأماكن الشريفة وفي الأشهر الحرم أو في الزمان الشريف الزمان الشريف عموما خلنا نقول عموما مضاعفة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية على هذا جوابا على سؤالك الأجور يعني عظيمة في هذه الأشهر لأن الله عز وجل نهى عن الظلم فيها و لذلك الإنسان يحرص على الطاعة و الحمد لله الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فله عشر أمثالها بارك الله فيك عبد الله من الجزائر يسأل يقول كيف يكون المسلم كمن لا ذنب له عبد الله بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم قاعدة بأن الإنسان خلقه الله عز وجل وركب فيه الشهوة و لذلك طبيعة الإنسان أن يميل إلى الخطيئة و المعصية و يقول جل وعلا إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي و لذلك الإنسان في هذه الدنيا مكلف مكلف بإقامة الواجبات و بترك المحرمات فيحتاج إلى جهاد يحتاج إلى جهاد يجاهد نفسه على فعل الطاعة و على ترك المعصي و أيضا مطالب الإنسان دائما بأن يتوب إلى الله عز وجل و أن يطهر نفسه و روحه و ذاته من المعاصي و أوضارها و من الذنوب و آثارها و أن يكون نقيا على الاستمرار و الدوام و يكون مستعد للقاء الله عز وجل و لذلك الله جل وعلا شرع لنا مجموعة من الأعمال التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يكون نقيا من الذنوب و الخطايا و الآثام منها بارك الله فيك التوبة إلى الله عز وجل و التوبة هذه من أعظم الأعمال فهي من محاب الله عز وجل و من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه و تعالى و لذلك أحبها الله جل وعلا و أحب التائبين قال تعالى إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و الإنسان بعد التوبة قد تكون حال أفضل من قبل التوبة و مثل ما حصل لآدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة فلما تاب إلى الله عز وجل اجتباه ربه فتاب عليه و هدى فأصبح حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة حينما قارف الخطيئة و لذلك التوبة و الله عز وجل يتوب على التائبين إذا توفرت شروط التوبة و انتفت الموانع و التوبة لا تغلق يغلق بابها إلا في حالتين الحالة الأولى عند وصول للروح الغرغرة لما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة و السلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر يعني إذا حشرجت الروح وهو في سياق الموت وهو ينازع الموت هذه لا توبة يقول جل وعلا عن فرعون حينما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فجاءه الجواب من الله آه الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين فالله تعالى لم يقبل توبة والحالة الثانية الأمر الثاني عندما تطلع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا بين النبي عليه الصلاة و السلام الآية هذه التي لا يقبل توبة تائب هي عند طلع الشمس من مغربها لأنه ما في أحد يرى الشمس تطلع من مغربها إلا و يتوب إلى الله فما فائدة التوبة و قد فات وقتها الأمر الثاني بارك الله فيك الحرص على تنقية التوحيد و الإيمان لأن أعظم حسنة هي حسنة التوحيد و الإيمان فلذلك الإنسان دائما يصح إيمان و توحيد و يراجع نفسه هذه مهم جدا أمر الآخر مسألة الأعمال الصالحة يعني عندك الوضوء يكفر الخطايا و الذنوب عندك الصلوات الخمس تكفر الخطايا و الذنوب العمرة إلى العمرة تكفر أيضا الخطايا و الذنوب رمضان إلى رمضان ثابعوا بين الحج و العمرة فإنهم ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفرت ذنوبه وانفر من الزهف كذلك بر الوالدين وصلة الأرحام لذلك جاء في الأحاديث بر الخالة مثلا بر الخالة وصلة الرحم هذه كلها تكفر الذنوب والخطأ لكن هناك أشياء كثيرة منها أن يكون للإنسان حسن عظيمة في الإسلام كتعليم العلم الشرعي مثلا أو مثلا يكون له مبادرة في نفع المسلمين يبقى أثرها الوقف أيضا الذي هو حبس الأصل وتسبيل المنفع صدقة جارية لابد أن نعلم عبد الله بأن الإنسان إذا كان هناك مظالم بينه وبين الخلق لابد يتحلل منها يعني الله عز وجل غفور رحيم وإذا تاب العبد إليه تاب الله عليه سبحانه وتعالى لكن إذا تاب العبد من خطيئة وذن بينه وبين مخلوق لابد أن يتحلل وذلك برد الحقوق إلى أصحابها وبطلب الحل مثلا إلا إذا ترتبت مفاسد عظيمة فيما لو إذا قال له أنا اغتبتك أنا كذا يستغفر لي أخيه بارك الله فيك أمت الله من الجزائر طبعا تقول هي رجعت سألتني عن موضوع تقييم الأرض أو البيت من قبل الدولة ثم جاء مشتري وقال أنا أدفع أكثر تقول الدولة أخذوا الضريبة طيب هذا المبلغ الزائد هل أنا لابد أن أدفع ضريبة أم لا أختي الفاضلة الأصل أنك ما تدفعين هذا الأصل لأن الدولة أخذت الآن الضريبة إلا إذا يكون هناك نظام يفرض عليك هذا الشيء نعم تؤدين هذا الشيء يعني ما دام أن الدولة فرضت عليك أنت الآن الدولة أخذت حقها بهذا الطريق لكن الزائد هذا الذي جاء المشتري هذا أصلا أشبه بهدية يعني أشبه بهدية هو الرجل المشتري عرف بأن هذا البيت قيمته مليون لأن اللجنة أو الهيئة أو المثلا اللي قامت بتقييم البيت قالوا مئة وأنتم يعني دفعتم قيمة مئة هذا الرجل قال لا أنا أدفع زيادة هذه هدية منه يعني ما زاد فهو هدية تقولين والله النظام عندنا كذا تدفعون بارك الله فيك منصف من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للصائم إذا استيقظ ووجد لونا أصفرا في فمه هل هذا يفطر الجواب لا يا منصف بارك الله فيك وتقبل الله عملك فالصائم إذا استيقظ من نومه ووجد دما في فمه بلغما نخامة إفرازات معينة دفعها الصدر مثلا إلى الحلق ما تضره ولله الحمد لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بطلب منه طيب ما العمل؟ العمل يتمضمض أو يغرغر مثلا بالماء حتى يخرج هذه الإفرازات ولا شيء عليه وصومه صحيح ولله الحمد والمن فضل أبو علي السلام عليكم عليكم السلامة الله كيف حالك يا شيخ؟ نرحب أبو علي الشيخ هذا واحد يسأل في دولة غير مسلمة يستمسي يعني يجوز أول ما يجوز طيب يا أبو علي شكرا نرحب أم محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته لو سمحتش يا شيخ أنا الله يرضى عليك عندي سؤالين الأول أنا الحين في العداء في العداء وأمي تسكن في مكان يعني يبعد عني ساعة ونصف وأمي محتاجة أنا كبيرة أنا 60 سنة عمري وأمي يعني فوق في الثمانينات فهي محتاجتني أنا وأخواتي كل أسبوع واحدة تروح تجلس عندها فهل أنا بإمكاني أني أروح وأجلس عندها يعني وبات وأجلس وبعدين أرجع في اللي هو الوقت اللي أنا يعني مقرر بين أخواتي لأن أخواتي كما النفس الشيء أمورهم يعني كل من عارف أنت كل من له غروف فهل بإمكاني أني أنا أسوي هذا الشيء أم لا يجوز أني أخرج من بيتي وأنا إن شاء الله السؤال الثاني الله يرضى عليك يا شيخ أنا لما أدعي بحين أدعي الوالدي أي دعوة أنا أدعيها فأقول يعني أخوة أي دعوة أدعيها أدعي الوالدي معايا ولزوجي والذريتي وكل شيء لكن هل هذا الدعاء يعني كفل ولا لازم أنا أقول الله رب أغفر لي ولوالدي لكن هذه الدعوة أي دعوة أنا أدعيها أدعي أخص والدي معايا إن شاء الله هل هذا كافي أو إني لازم أقول رب أغفر لي ولوالدي أبشر يا محمد الله يزاك خير أمت الله السلام عليكم عليكم السلام السؤالي يا شيخ بارك الله فيك أن من كان عليه قضاء قديم لسلوات كثيرة وطرأ عليه قضاء جديد ففي هذه الحالة ماذا يفعل هل يبادر بقضاء القضاء الجديد أولا أم ينتظر انتهاء من القضاء القديم ثم يبدأ بالقضاء الجديد مرعاة للترتيب الصلوات يعني نعم طيب إيش السبب يا أمت الله إيش السبب بالنسبة للسلوات الماضية فسري لي لو سمحت لا يا شيخ بس أنا عندي استثار ردار في الحكم الشرعي في ذلك لا هذا واقع عندك أو مجرد سؤال لا أريد أسأل أي يعني ما وقع عندك أيضا يا شيخ إذا كان مثلا القضاء كان الجديد حوالي صلاء أو صلتين هل يختلف الحكم في ذلك شاذي أمت الله بارك الله فيك أمت الله بارك الله فيك إذا كانت صلواتها الفائتة أكثر من يوم هل يجب ترتيبها مع الصلاة الحاضرة طيب ستباك الله خير يا شيخ مرحبا فضلية فاطمة صالي عندي استثار يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام صالي فضلية فاطمة سألت من قبل الزيادة بكدرة والصفرة بعد الدم وقبل الدم وكانت عندي أيام محددة قلت لي خليك على أيامك محددة عندي كدرة والصفرة قبل الدم كيف نحصله من أيام الدورة؟ إن شاء الله واضح يا شيخ؟ إن شاء الله طيب منصف من الجزائر بارك الله فيك يسأل عن حكم التسمية بسولاف منصف بارك الله فيك أنا لا أعرف معنى سولاف لكن اللي أعرف بأن هذا اسم كان موجودا أظن والله أعلم أن أم مصعب بن عمير كانت اسمها سولاف أو سلافة أظن أظن هذا والذي يظهر بأنه ما دام أن الاسم لا يحمل معنى محرم أو معنى يشير إلى شيء فيظهر بأنه لا حرج في ذلك أبو علي من العين يسأل عن حكم السفر إلى بلاد غير مسلمة لأجل السياح أبو علي بارك الله فيك الأصل في السفر الجواز والحل والإباحة فيجوز للإنسان أن يسيح في الأرض وأن ينتقل من بلد إلى بلد سواء طبعا في تجارة أو طلب علم أو دراسة أو مهمة مثلا فيها خدمة لبلده ولوطنه مثلا أو مسألة سياحة للاستجمام وطلب النوع من النشاط حتى يعود إلى عمل هذا هو الأصل ذلك يجوز من حيث الأصل التحريق الحرم كيف تأتي؟ تأتي من طبيعة عمل الإنسان أو مكان الإنسان في هذا البلد ولذلك إذا ذهب إلى بلد مثلا وسمح لنفسه أنه يعني أو لأولاده أنهم يشاهدون أو يمارسون أشياء محرمة حرم عليه حرم عليه لهذا الفعل يعني مثلا يترك أولاده هكذا ربما يقعون مع يعني شبكات المخدرات أو يعني تعرضون لأذية مثلا حرم عليه ذلك أو هو يأتي إلى ماكن مثلا يعني فيها الشيء المحرم الصريح حيث محرم أما يذهب يستجم في قرية نائية ريفية مثلا فيها الجو يعني المناسب له المناظر الطيبة الطبيعية كالغابات أو الأنهار أو شيء هذا ما أحد يقول بحرمته لذلك بعض الناس يخلط لذلك يعني من الناس يا عبدالعلي أبو علي من الناس من ذهب ذهب ليفرح وعاد حزينا بسبب يعني عدم اهتمامه بمثل هذه القضايا إما أن يكون فقد أحد أفراد أسرته إما أن يكون رجع أو أحد أفراد أسرته قد تسمم دمه بسبب معاقرة شيء من الأمور المحرمة إما أن يرجع بعض أولاده بأفكار غريبة تتنافى مع العقيدة الصحيحة الإسلامية أو الأخلاق المرعية هذا مسؤولية الأب بذلك ما أحد يمنع السفر الذي يعني ما يقوم به الإنسان في سفره هو الذي يترتب عليه القول بالجواز أو الحرمة أم محمد من السعودية تقول أنا في العدة وأمي تسكن في مكان يبعد عني تقريبا ساعة ونصف محتاجة إلى كل بنت من بناتها تذهب عندها تقول ممكن أذهب وبعدين أرجع لأن والدتي محتاجة أم محمد أولا أحسن الله عزائك في زوجك وعظم الله أجرك وغفر الله لأبو عيالك وصلى الله تعالى يجعل في جنات النعيم أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة المحادة لا يجوز لها السفر وساعة ونصف هذه سفر ولذلك جماهير أهل العلم على حرمة سفر المرأة المحادة حتى يبلغ الكتاب أجله فإذا انتهيت من العدة سافرت لوالدك بل قال العلماء لو أن امرأة ذهبت إلى الحج وفي الطريق أتاها نعي زوجها وجب عليها أن ترجع إلى بيتها ولا يجوز لها أن تمضي في طريقها إلى الحج واستثنوا حالة لو أنها تلبست بالحج الآن في عرفة ما يقال ترجع مثلا لكن قبل ذلك قالوا لها ترجع لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها والمكث مدة عدتها حتى يبلغ الكتاب أجله وبالنسبة للوالدة لا بد أن تعذرك لأنك أنت الآن متلبسة بعبادة لا بد أن تعلم أنك أنت الآن أنت بعبادة ما هي العبادة؟ هي العدة لأن الله تعالى أوجبها وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ولما استأدن الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اللي مات أزواجهن في معركة أحد تعلمين بأن اللي مات سبعين صحابي في معركة أحد استوحشنا ومنعهن النبي عليه الصلاة والسلام من أن ينتقلنا ولما أكثرنا عليه قال اجتمعنا يعني داخل المدينة تجتمع فإذا جاء وقت النوم رجعت كل امرأة إلى بيتها فحزت النوم ترجع كل امرأة إلى بيت لأن بعض النساء مسكينات ما عندها أحد استوحشت فلذلك قتل فاضلا ما يجوز بارك الله فيك والتصري بالوالدة يوميا وعندك الحمد لله الآن بعض التطبيقات تشوفك الوالدة وأنت تشوفينه ما في بأس وتكلمينه وتكلمك ولابد على أخواتك وأخوانك أن يعذروك في مثل هذا ما يجوز لهم يقولك لازم تأتي ممكن يجبونهم الوالدة عندك إذا اشتقت لها أو اشتاقت لك ينقلونها حتى لو كان عمره ثمانين ينقلونها لك وتأنسين بها وتأنس بك مثلا ويجب على أخوانك أخواتك أن يزيدوا جرعة البقاء عند الوالدة وزيارة الوالدة تقديرا لحالتك لأنك أنت متلبسة بعبادة وبطاعة أم محمد من السعودية تقول أنا لما أدعي لوالدي أدعي لهم مع دعائي لنفسي ولزوجي ولأولادي هل هذا صحيح أم لازم أدعو لهم استقلالا أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لك يجوز لك أن تشرك والديك بالدعاء معك ومع زوجك وأولادك فهذا نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارة وهذا إبراهيم عليه السلام يقول رب اغفر لي يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس يقول جل يقول أيضا رب اجعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فيجوز للولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يشرك والدي في الدعاء ويجوز للوالدين أن يشركوا الأولاد معهم في الدعاء يعني لما يدعو الوالدين اللهم اغفر لي وارحمني وأولادي مثلا فأنت بارك الله فيك الأمر واسع في هذا لا تضيقين على نفسك أنت تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي مثلا ولأرحمي طيب هذا دعاء طيب تقول والله أنا حاب أني أخص والدي لما لهما علي من الحق بعد تشكرين وتأجرين مثلا بعد ما تدعي لنفسك وزوجك وأولادك تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربي يعني صغيرة يا رب اغفر لي ولوالدي واجعل قبره روضا من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفو وغفران اللهم احفظ والدتي اللي ذكرتيها وعمرها في الثمانين اللهم يا رب اجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها طيب هذا بارك الله فيك تفضل ولا حقوق المصلة تخلنا على الشخص يسلي المغرب نعم وقده في الركعة الأخيرة يسلم من المغرب وحنا منخش معه في صلاة المغرب قال أنا غاصف تشينا معنا في صلاة المغرب وجاء واحد نقول إن شاء الله أنه من العجية الخيرة لكن توح حركة يا شيخ أزعلتنا شوي تكلمنا عليه ولعل إن شاء الله أنا يصور لما نهدخل هو يخوياه أربعة حنا الرجل هذا أنا أقمت الصلاة والرجل هذا قال يا جماعة أنا أصلي العشاء قلنا قلاش قال هو الشخص اللي خش معنا وأنا صلبنا العشاء نصلي العشاء ونحن نكمل المغرب إن شاء الله أقمنا الصلاة وصلنا وكبر الرجال الرجال هذا اللي إن شاء الله فيه السماء الخير لما نحن نكبرنا هو يأخويا نتحقوا مننا ما صلوا معنا أي ولما نحن نصلينا وبدأنا في الصلاة وقبل الركعة الأخيرة في التشهد ليوم جاء من قدامنا هو يأخويا وقاموا الصلاة وصلوا المغرب هو قيل الذي ما عمل حنا معه صل العشاء حنا معك المغرب هل هادي فيها شي يعني هو الآن ما صلوا المغرب يريد صلونا المغرب وأنتم تصلونا العشاء لا نحن نصلي المغرب مع الشخص قاصر يعني في سفر نعم ودخلنا كلنا وبدأهم نخلص المغرب وقم في الصلاة أنا على أن تقدم واحد مننا فقال هو أنا يا جماعة هم سافر قال هو البنيادم انفهاج مننا وجاء ورانا وراح وقاموا الصلاة ويأخوياه قدامنا يصلون أي صلاة صلاة المغرب هم أي وأنتم تصلون العشاء لا حنا نصلي نصلي العشاء أي تصلون المغرب خلف الشخص يصلي العشاء قصرا نعم أي طيب وهو ما صلى معنا وش عذرة لما تكلمتم معه وش عذرة عذرة نعم أنا وقفت طراحة حدنتني شوي بس يا أخي جزاك الله خير لما أكملت مع المسلمين اللي نصليين دولا أي قال هو الرجال نصلي قبل الوقت ما بعد دخل الوقت كيف ما بعد دخل الوقت وحنا وأنت تقول له نصلي العشاء وحنا نصلي وراك المغرب ونكمل أي والوقت داخله حوالي عشرين دقيقة أو خمسة عشر دقيقة هالمغرب حصلنا على كلام حنا وياه صاري ثلاث طلق وات نسأل الله العزي أن الله يعقوى عنا يلا أنا أسأل هل هذا الصحيح؟ إن شاء الله يبعد الله أفصل لك إن شاء الله أبشر مرحبا فضلي أسماء السلام وعيكم وعيكم السلام طال الله نحن يكون شايفين سابقا مرحبا نحن يا شيخ وقت عندها الحراص بالعمود الفقري لما تيجي تركع يعني بتقوم وتوضب وقدر تتوجع لأنه عاملها فتحة بالجلد يعني عفل في اللحمة تصلي الرقعة الأولى واقفة يعني عشان ما تكبرت تكبرت الإحرام لأنه بحكو هذي ركن بهذه السلام بتصليه قاعدة لازم تركع لأنه والله يشاف تتوجع إن شاء الله يا أسماء سعواتك يشاف دعيني كثير يسر أمور أموركم يا رب أم حارث السلام عليكم شيخ عليكم السلام الله ينور عليك الدنيا والآخرة أنا عندي سالة السالة الأول أنا قوم أصلي قيام الليل بعد سأطلع يعني قبل ما أنام أمتر بعد العيش أصلي تسعة رقعات غالبا أسماء رقعات غالبا بس سمعت أنك تقول لي منصلي بعد عيش أربع رقعات كأنه قام قيام ليلة القدر هل أجمع مثلا القيام الأنوي بأربع رقعات تكون نفس اللي قلتها وتعتبر نفس الوقت بيام الليل ولا لا ما يستوى إن شاء الله يام الحارث السأل الثاني أنا عندي شوية خطوط في الجبهة وقالوا لي يو تسوي نبوتكس وأنا فأستعدمت جوجي قال لي إذا يجوز مش حرام سوي وستخرت أيها هل هاي يجوز أو لا إن شاء الله يام الحارث إذاك الله سألي واضح إن شاء الله أي واضح إذاك الله الخير الله ينور عليك بني مرحب 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 أبو سالم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله بركاته حال يا شير مرحب أبو سالم أي واضح أعطال أمرك أنا بشافر دولة أي لكن بشافر عاشورة في الدولة هذه أيوه هل لها بدل عاشورة ولا أكون أصوم هناك ولكن إن شاء الله بعدين أعطال أمرك عندي إذا زوجة مطلقة أيوه وعندها أولاد من الزوج ثاني الزوجة هذا طلقها الثاني الثاني طلقها منها أولاد أولاد هل أولاد هل لك الأولين يحرموا أولا لا يعني أبو سالم عندك زوجتك في زوجة طلقها الزوج وعندها أولاد وبعدين تزوجت شخص ثاني وجابت منه أولاد وطلقها هذا الأخوان من الأم هو من الأم هو هذا اللي مطلقان لآخر شيء وشو لأولاد هلالات يعني يعني يحرم عليهم أولاد الرجل الثاني إن شاء الله أبشر إزاك الله خير إن شاء الله طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع أمت الله من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني الشخص اللي عليه يعني قضاء صلوات قديمة مثلا ثم طرع عليه يعني قضاء جديد صلوات جديدة مثلا تقول يعني صلاة صلاتين أيهما يقدم وتسأل أيضا عن الصلوات التي أكثر من يعني فاتت أكثر من يوم هل يجي فيها الترتيب أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للشخص الذي ما كان يصلي في أول عمره وبعد البلوغ أو كان يصلي ثم ترك فترة طويلة من الزمن ترك فيها الصلاة مثلا هل يقضي أم لا قولا لأهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي وذمة مشقولة بهذه الصلوات يجب عليه أن يقضيها والقول الثاني قالوا ما يقضي لأن ترك الصلاة خروج عن الإسلام إذا أجمع على ترك الصلاة يعني ما يصلي ولا صلاة ما يصلي ولا صلاة لأن هذا تارك للإيمان فالله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس وسمى الصلاة إيمان والأحاديث دلت على ذلك أيضا فلذلك قالوا ما يقضي ما يقضي لماذا لأنه ما يفيده القضاء ما ينفعه القضاء يعني بعض العلماء قالوا بعض بعض العلماء قالوا الشخص الذي يأتي ويتعمد ترك صلاة حتى يفوت وقتها ما يقضيه خلاص لأن هذا هذه صلاة لها وقت فات وقتها كيف يقضيه وتعمد تركها ولذلك قالوا ما في فائدة من من صلاته مثل ما قال أو بكر الصديق إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وضربوا لذلك مثال بالصلوات فلذلك أنا دائما أقول لي من عنده ترك أول حياة بعد البلوغ ما كان يصلي أو كان يصلي ثم ترك سنوات ما صلى ولا صلى ما يقضي لماذا يقضي يواضب على الصلوات الخمس ويحرص عليها ويأتي بالسنان ويعني سواء السنان الراتبة أو السنان المطلقة ويكثر من التوبة والاستغفار والصدقة وشيء من الأشياء التي يعني تعين على محو الذنوب وإقتلاع الآثام هذا الذي ينبغي عليه بالنسبة للمرأة أحيانا خاصة اللي عليها العادة الشهرية مثلا هي الآن تترك صلاتين ثلاثة لأن ما تدري هي طهرة أم لا وهذا يحصل عند أغلب النساء لم يكن جميع النساء في هذه الحالة إذا دخل عليها وقت الليل وهي ما صلت الظهر والعاصر يجب عليها الترتيب يجب عليها الترتيب إذا والله حصل أنه نسيت صلاتين مثلا في النهار أو ما اكتشفت أنه فعلا كانت طاهرة في النهار إلا بعد اليوم الثاني هنا يسقط الترتيب على القاعدة اللي دائما أنا أذكرها أن الترتيب فالراجح من قول أهل العلم واجب ويسقط في حالتين الحالة الأولى النسيان والحالة الثانية أن يكون التذكر في اليوم الثاني يعني فوات يوم كامل بارك الله فيك فاطمة من لي بتسأل عن الكدرة والصفرة تقول يعني أنت قلت لي بأن التزم الأيام المحددة تقول يعني بالنسبة لقبل الدورة يا فاطمة ما أدري هو أنت أم غيرك نبهتك على هذا وفصلت في هذا تفصيلا أعتقد لا إشكال فيه ولا لبس فيه ودائما أقول بالنسبة لي يعني المرأة التي عندها مشاكل في الدورة الشهرية خاصة الإفرازات والكدرة والصفرة الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء الكدرة والصفرة أثناء الدورة دورة العلماء يقولون والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض واضح عندنا الكدرة المتصلة بالدورة بعدها يعني الآن المرأة انقطعت دم عنها ثم اتصلت الكدرة بقيت كدرة وصفرة هذه دورة في الراجح من أقوال أهل العلم حتى تأترى الطهر ويعرف بشيئين بالقصة البيضاء أو بالجفاف والنقائت مدة 24 ساعة قبل الدورة يختلف فإذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالدورة يعني قبل ساعتين ثلاثة مثلا أربعة مصحوبة بآلام وأوجاع ومغص الدورة ثم اتصل بها الدم دورة هذه من الدورة هذا الراجح وإن كان بعض العلم يقول لا بد من الدم الصريح لكن هذه مقدماته ويحصل هذا عند بعض النساء أما تقول لي لي يوم يومين لا هذه ليست من الدورة بارك الله فيك أبو عبد الله من السعودية طبعا ذكر حادثة حصلت له في السفر دخلوا مسجد يصلون يقول مسجد وليس مصلى يقول دخلنا ورجل يعني تقدم ليصلي صلاة المغرب يقول صلى صلاة المغرب والآن يريد أن يصلي العشاء قلنا نصلي خلفك ونحن أنت تقصر ونحن نأتي بصلاة المغرب وبعدين نصلي العشاء يقول دخل مجموعة يعني معهم رجل عليه سيمة الخير وكذا وقال ونصلي معكم يقول فجأة لما جينا نصلي نسحب وصلى لوحده جماعة أربعة أشخاص يقول دار حوار بيننا وكذا يقول زعلنا وحصل في نفوسنا شيء كيف يتركنا وهو قال صلوا بنصلي معكم جميعا أبو عبد الله بارك الله فيك أولا يجب على المؤمن أن يتسع صدره للناس وأن يتحمل الآخرين وخاصة بعض المسائل التي فيها خلاف أو بعض الناس يستشكل بعض الأشياء حتى لو كان عليه سيمة طالب علم أو سيمة إنسان مستقيم ترى يستشكل عليهم بعض الأشياء وأنا ما أقول ه والله دفاعا عنه ولا كذا لا هذا خلق يجب علينا جميعا أن نتخلق بهذا ونتحمل البعض ولما يحتد النقاش تقول مثلا له نلجأ إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأنت أحسنت الآن اتصلت حتى يعني تستوضح هذه المسألة الأمر الثاني القاعدة الشرعية اللي دائما أذكرها أنا يجوز صلاة المسافر خلف المقيم يجوز صلاة المقيم خلف المسافر يجوز صلاة الذي يصلي المغرب خلف الذي يصلي العشاء يجوز صلاة الذي يصلي العشاء خلف الذي يصلي المغرب يجوز صلاة اللي عنده صلاة منذورة خلفه ليصلي صلاة مقضية يجوز لمن فاتته الفريضة أن يصلي خلفه رجل يصلي السنة يجوز لمن يصلي السنة أن يصلي خلفه الفريضة باقي شيء كل هذه جائزة وهذه من سعة الشريعة ومن رحمة الشريعة ومن تيسير دين النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين الأدلة على هذا كثيرا وهذه المسألة طبعا ما أقول أصادرها أقول لا هذا إجماع لا موصحية في خلاب بعض العلماء لا يرى هذا الشيء ويمكن صاحبك هذا تفطن المسألة وراح ونعزله وخويه ممكن لكن عموما لا بد أن نفهم هذا الشيء أنا لو دخلت مسجد الآن وشفت رجل يصلي ركعتين سنة وفاتتني الفريضة أصلي وراه جماعة له سنة وليه فريضة شخص الآن يصلي فريضة وجاء واحد حب أن يصلي السنة الراتبة واللي فاتتها مثلا بعد صلى وراه يجوز المسافر خلفه حتى اختلاف الصلاتين هذا ظهر وهذا عصر هذا مغرب وهذا عيشه جاهز ولله الحمد هذا من سعة الشريعة ورحمة الشريعة وأيضا بيان يعني سماحة ومحاسن هذا الدين العظيم الشيء الآخر ما ينبغي حقيقة للناس إذا دخلوا المسجد أن يتفرقوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بجمع القلوب والأبدان فبما رحمه يقول جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولذلك صلاة الجماعة هذه عنوان وشعار وعلامة على هذا الدين العظيم أن نجتمع ما نختلف ولذلك من الخطأ الذي صنع صاحبك هذا أنه راح وانفرد عنكم غلط المفروض أن يصلي معكم ولازم يتفقه يعني الفقه الذي فعلا يستطيع من خلاله يعرف كيف يتصرف هذه التصرفات شيء الآخر وهذا من أعجب العجب يقول أن الوقت ما دخل وش يقصد بالوقت وقت المغرب أو وقت العشاء أنت قلت له وقت المغرب دخل من عشرين دقيقة يمكن الله العليم هو يعتقد بأنك لازم يدخل وقت العشاء حتى تصل للعشاء وهذا غلط في صلوات مجموعة الجمع إما تقديم وإما تأخير التقديم ما هو أنك تقدم العشاء مع المغرب بعد المغرب التأخير يتأخر المغرب في وقت العشاء وهذا يدل على أنه غير مستوعب لهذه المسائل أو أنه التبس عليه الأمر أو أنه حصل له شيء من الذهول مثلا لكن عموما أنت اللي فعلته صحيح يا أبو عبد الله ومأجور على هذا وجزاك الله خير وبالنسبة لهذا الأخ يعني طيب لو أنه يفهم إذا طبعا إذا كنت تعرفه تعرفه أو تعرف له رقم مثلا أعتقد مسافرين أنتم ما تعرفه لكن عموما يجب على الناس أن يتعلم وأن يتفقه وأن عزاله ارتكى في خطأين الخطأ الأول فرق الجماعة وهذا خطأ فرق الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم هو في ميناء شاف اثنين جالسين في آخر الصف فغضب قال أتوني بهما فجيء يرتعدان خوف قال ما منعكما أن تصلي معنا يعني وش اللي خلاكم تنفردون وتجلسوا ما تصلوا معنا فماذا قال قال يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني في خيمتنا في مكاننا فقال إذا أتيتما مسجد قوم وقد صليتما في رحالكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة ما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه فيه تهمة ويساء أنه ما يصلون فلذلك الجماعة مهمة جدا وأنتم اللي فعلتوه يعني إن شاء الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله عليه تقبل منكم أسماء من الأردن أم الحارث وأبو سالم سامحوني وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر